خمس سنن للأذان احرس على ألا تفوتك واحفظها وطبقها عند كل أذان ففيها خير كثير وأجر كبير والأذان يكون بفتح الهمزة وليس بالمد لأن أذان هو جمع أذن الأولى أن تقول كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أما في قول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم فمن العلماء من قال أنك تقول صدقت ومنهم من يقول صدقت وبررت ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أن تقول مثل ما قال المؤذن أي الصلاة خير من النوم وثمرة هذه السنة أنها توجب لك الجنة كما ثبت في صحيح مسلم الثانية أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ويكون هذا الدعاء بعد التشهد في نصف الأذان أي بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وثمرة هذه السنة أنها تغفر لك ذنبك كما ورد في الحديث نفسه الثالثة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغك من إجابة المؤذن وأكمل ما تصلي به على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية فلا صلاة أكمل منها ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والصلاة هنا بمعنى الثناء والدعاء ومعنى صلى الله عليه وسلم أي أثنى عليه في الملأ الأعلى بالخير وثمرة هذه السنة أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليك عشر مرات تصور أن يذكر الله سبحانه وتعالى اسمك هناك في الملأ الأعلى ويثني عليك أما الصلاة الإبراهيمية فهي أن تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الرابعة أن تقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدنا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وثمرة هذا الدعاء أن من قاله حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة الخامسة أن تدعو لنفسك بعد ذلك وتسأل الله من فضله فإنه يستجاب لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأله رجل من الصحابة إن المؤذنين يفضلوننا أي أكثر منا في الأجر بأذانهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه أي إذا أردت أن تلحقهم في الأجر والثواب فردد وراء المؤذن فبذلك تأخذ أجرا مثل أجره وتكون معه في الفضل والثواب وبعد ذلك سل الله ما تشاء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماذا نقول يا رسول الله قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة وسل الله من خيري الدنيا والآخرة ما تشاء يعطك الله ما تسأل ويستجب لك دعاءك